أستاذ نجيب محفوظ صاحب مش بس إرث عظيم مسألة أكبر من كده بكتير شوف مصر ولادة دايما يعني زي ما بيتقال عندنا من الأدباء حدث ولا حرج عندنا من كل أصناف العلماء والعارفين حدث ولا حرج بس أستاذ نجيب الحقيقة حالة شديدة الاختلاف خد بالك أستاذ نجيب غريق فلسفة فلما كتب كتب بتفلسف وبالرغم إنه كتب الرواية بتفلسف إلا إنه خلاها في منتهى السلاسة ومنتهى السهولة واليسر طبعا ده بيت الأستاذ نجيب على كورنيش العجوزة المنزل الشهير يعني يمكن الناس اللي زي حالتنا عارفين البيت دايما يعني كنا بقى نروح نعدي عشان ننتظر يمكن نشوف أستاذ نجيب معدي على الرصيف عشان نشوفه من بعيد مهم عايز بس أرجعك لا الكادر قبل الأخير يمكن في الفلر اللي إحنا كنا بال أستاذ نجيب كان بيلعب قانون تخدتوا بالكم؟ يعني هويته يلعب على القانون أستاذ نجيب محفوظ لازم لازم أنا أدعوكم مش بس إنكم تعودوا تقروا تراثوا الأدبي أنا أقدر أسميه تراثوا الفكري ودي حاجة أبعد بكتير وأقوى وأعمق لا هو أنت لازم تقرأ تراثوا الفكري كويس جدا وأنا شجعت ما تيجو نبدأ الأسبوع ده بزقاء المداء ليه زقاء المداء؟ علشان زقاء المداء هي حالة التحليل والتشريح والتفصيص والتفصيل لتداعيات الحرب العالمية التانية على المجتمع المصري خدتوا بالكم ين قاعد جنب الأستاذ نجيب دكتور صلاح فضل قاعد أهو الله يرحمه سبحان الله العظيم مبارح كنا نتكلم على وفاة الرجل العظيم الدكتور صلاح فضل والنهاردة بنتكلم على ذكرى الأستاذ نجيب محفوظ خلينا أخب معايا على التليفون دكتور يوسري عبدالله أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان أهلا بك يا دكتور يوسري أهلا يا أستاذ يوسف إزاي حال يا دكتور؟ كله تمام؟ الله يخليك حبيب دكتور يوسري أنا كنتم وإحنا بنتكلم معنا عن الأستاذ نجيب محفوظ قلت لازم وإحنا بنقرأ تراث فكري للأستاذ نجيب ما هواش مجرد تراث أدبي نحط في بالنا أنه خريج الفلسفة فكتب بتفلسف وأعطاه لنا بمنتهى السلاسة والسهولة واليوسر فما كانتش اللغة معقدة نعم في الحقيقة إن استعادت ذكرى ميلاد نجيب محفوظ هي استعادة لمجموعة هائلة من القيم قيم إنسانية وقيم فنية وجمالية قيم مهمة ومؤثرة في مسيرة الإبداع المصري والعربي بل في الحقيقة في مسيرة الإبداع العالمي نجيب محفوظ خديج الفلسفة كما أشرت خديج كلية الأداب قسم الفلسفة بما يعني اتساع رؤية العالم عند الأستاذ نجيب كاتب الفز اتساع رؤية العالم ووجود مجموعة من الدلالات الفكرية العميقة والمستويات التأولية المختلفة التي يحملها نصه القادر على الوصول لمجموعتها إلى من المطلقين والقراء من القرأ العام إلى القرأ النموذجي نجيب محفوظ صاحب إنجاز مهم ليس فقط في مسيرة الرواية المصرية ولكن في الحقيقة في مسيرة الرواية العالمية فهو أحد ساداتها وأحد البارزين فيها وهو الكاتب المصري العربي العالمي الذي يوضع جنبا إلى جنب إلى مصاف أهم كتاب الرواية في العالم نجيب محفوظ ربما يكون هناك سؤال شديد الأهمية يتصل بما ذكرته ويتصل بما يمكن أن يقال عنه وهو ما الذي يجعل نجيب محفوظ باقيا كل هذه السنوات في الذاكرة الأدبية ما الذي يجعل نجيب محفوظ جزءا من ذاكرة الأدب العالمي وليس فقط الأدب المصري ما الذي يجعل بالمناسبة وأنت أشرت إلى زواية المداء وأنا سمعت المقدمة التي ذكرتها أنت أشرت مثلا إلى رواية زواية المداء ما الذي يجعل زواية المداء الرواية المصرية المغرقة في المحلية صاحبة الشخصيات التي يعني بنت الروح المصرية بنت تبايوناتها في مرحلة مركبة جدا من عمر الأمة المصرية وهي مرحلة الحرب العالمية الثانية التي ليس للمصريين لاحظوا هذه نقطة مهمة التي ليس للمصريين ناقة ولا جمل فيها كانت مستعمرة إنجليزية فشوف هنا الحقيقة جدارة نجيب محفوظ جدارة الإبداعية كيف يمكن أن ينطلق من حدث عالمي حدث كوني باختصار ويرصد من خلال هذا الحدث تجلياته على مستوى ما يسمى بالبيئة المحلية يعني هذا التشبيك هذا الجدل هذا العمق في الربط بين ما هو عالمي وبين ما هو محلي بين ما هو كوني وبين ما هو شديد الخصوصية بين ما هو عام وبين ما هو خاص بين ما هو موضوعي وبين ما هو ذاتي هو في الحقيقة كانت هذه الصناعيات واحدة من الأساسات التي اهتمدت عليها كتابة نجيب محفوظ ذاتي المداءة مثلا أنت أشرت إليها وما الذي يجعل مخرجا مكسيكيا يخرج يصنع عمل فنيا عن هذه الرواية أو ما الذي يجعلها بالمناسبة تمثل على بعض مسارح العالم يعني أنت أمام يعني أنت أمام حالة شديدة الخصوصية تؤكد أن هذا الإغراق في المحلية وهذا السعي إلى معينة عالم شديد الخصوصية ابن الروح المصرية كان في الحقيقة كان في الحقيقة معبرا عن عالم إنسان النزعة يمكن أن يرى فيه كل إنسان نفسه فلذلك ستجد أن الشخصيات في عالم نجيب محفوظ هي ليست مجرد شخصيات فردية فحسب لكنها في الحقيقة تعبر عن تصورات اجتماعية تعبر عن كيانات اجتماعية وعن تصورات فكرية وتعبر عن فضلا طبعا عن خصوصياتها الفردية وكل شخصية من شخصيات عالم نجيب محفوظ على امتداداته الواسعة كانت في الحقيقة جوهرا وتجليا لسياقات داخل المجتمع دي عبقرية الأستاذ نجيب فعلا خليل أول أشكرك دكتور يوسري وأتمنى بجد والله يعني أن احنا نلتقي في البرنامج يعني زي ما كنت بتكلم من برحوة أستاذ محمود أما أن الأوان لبرامج التوكشو أن تناقش الفكر والفلسفة وتناقش الأداب بمنظور نقضية تمنى دكتور يوسري تبقى موجود معنا في حلقة من الحلقات ويبقى دا من ضمن الثوابق التي لم تحدث في التوكشو قبل كده أو برامج الحديث والكلام العام فلا تهتم فقط بالقضايا الساخنة وإنما تهتم بأنه الجمهور العام يبقى مخه مليان وفهمان أشكرك جدا دكتور يوسري عبد الله أستاذ النقد الأدبي بجمعة حلوان